رصدت كاميرا التلفزيون المصري أراء عدد من المشاركين في فعالية يوم الثلاثين من يونيو بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة الوطنية بمشاركة عدد من كبرى الشركات والكيانات التجارية وسلاسل المواد الغذائية لتقديم منتجاتها للمواطنين خلال تلك الفاعلية بخصومات خاصة وأقل من مثيلاتها بالأسواق ونظرا لما تشهده فعالية مبادرة كلنا واحد من إقبال للمواطنين لما تقدمه من منتجات ذات جوتة عالية فقد حرصت عدة شركات وسلاسل تجارية على الانضمام والمشاركة في الفاعلية حابين نقول للشعب المصري كله أننا عاملين هنا خصومات هائلة تصل إلى 30% لكل المطاعم والكافهات الموجودة في بافليون بارك يعني احنا بنقول للرئيس كل سنة وحضرتك طيب بالثورة اللي طبعا قدمت مصر لقدام وخلصنا من حاجات كتير عدت فبنقول الشعب ينزل يفرح يعني احنا النهاردة بنحتفل مع الشعب المصري كله بمبادرة كلنا واحد بدعم من سيادة رئيس وزارة الداخلية بنقدم خصوماتها النهاردة لكل العمل اللي تنورنا في كل فروعنا وان شاء الله يبقى يوم جميل ان شاء الله احنا طبعا احنا بنشرف بالمبادرة دي اللي احنا نبقى فيها كنا لازم نشارك فيها لان احنا بنحتفل بـ 30 يونيو ده عيد بالنسبانا عيد قومي ربنا اللي يعلم بس البلد دي قطرية حافين وربنا كرمنا بسيادة الرئيس ان البلد دي احنا استردناها تاني فكننا لازم نشارك في المبادرة وفي ابسط شيء اللي احنا نشارك به عاملين لكل العملة اللي حيشرفونا معطى ما اسمهاكم مرشدي الشيخ زايد بـ 25% خصم ودي حاجة بسيطة جدا طبعا احنا ما نتلقش بالثورة بس كنا لازم نحنا نشارك في المبادرة ده اليوم اللي مصر فيه رجعت تاني لرونقا ورجعت تاني لشعب مصر ولولا هذا اليوم كان مصر دخلة على فوضى لا يعلم مداهة الا الله سبحانه وتعالى لولا الرئيس عبدالفتاح السيسي انه هو اخذ القرار المناسب في الوقت المناسب كانت مصر هيبقى فيها مشاكل كبيرة جدا اشتركوا في القناة